وين اللي كل مرة يحنون يبون اطباق صحية تخيلوا ان عشاي اليوم صحي تخيلوا بس لا فعلا والله اليوم عشاي صحي وخفيف بسوي معاكم شربة الماشروم وبسوي معاكم صلطة البراتة بشمندر طبقين خفيفين وصحيين ولذيذين ويد انقلت المهم تابعوا الطريقة اول شي بسوي معاكم شربة الماشروم لان ذاق اليوم يوم صورت الماشروم اللي عندي كان ما شاء الله كمية وايد كبيرة في المتابعات على طول قالوا لك كفين سوي لنا شربة فمسويتها انا اكثر من مرة من قبل بعيدها مرة ثانية معاكم كل مرة نغير فيها تغيير بسيط شوفوا بنات علشان تسوين شربة مضبوطة النفس اللي تشربينها بالمطاعم لازم يكون عندك وايد انواع مشروم يعني كل ما مكستي اكثر من نوع كل ما صارت الشربة احلى وبعد يحب ذا تحطين مشروم مجفف يعطيها طعم بعد وايد لذيذ انا عندي هني وايد انواع عندي هذا الماشروم الابيض وعندي البني وعندي البورتابيلو كلهم تريد شوفوا قصيناهم بهالشكل احجام صغيرة اوكي وعندي هني بصل اخضر ويلا نبلش وصفتنا او يلا نبلش اول شي لحظة اخلاش بالشولة اول شي بحط بالجدر زيت زيتون وزبدة اوكي هذي زيت الزيتون يعني كمية زينة لان الماشروم يشرب الزيت والسوائل وحاذي الزبدة وبحط الحين بصل انا عندي لي بصل اخضر تحطهم بصل اخضر بصل ابيض بصل هندي اي نوع تفضلونه انا حق الشوربة احب هالنوع بس تطلع ريحته اضيف على طول الماشروم وبحط الحين كل انواع الماشروم اوكي نحطهم بالجدر طبعا قدري تشوفوني الكمية وايد بس الماشروم ترى بنات يعني يصير ندفة ننزل كل الانواع بالجدر ونحمس الحين احمس الماشروم الماشروم بنات لازم ينحمس عدل علشان طلعين طعم الشوربة هذا اللذيذ طعم الماشروم صح لازم تحمسينا بعدين نضيف السوائل اول شي لازم نحمس شفتو صار ندفة كل اللي اضفتها راح ويستمر ويستمر كيف تشوفون الريحة كان زين انا من احلى الروايح اندي ريحة الماشروم الفقع احب هلاشياء الفقع طبعا ادوخ عليه الفقع كيف سويت فيه شربة ما ادري عيش وفقع بيزة تفقع باستة تفقع كيف سويت بالفقع متعلها الريحة والماشروم اذا حمستوه بالذات الماشروم البني يعطيكم نفس ريحة الفقع المهمة الان بعد ما نحمس عندي الماشروم واطلعت ريحته بضيف له الثوم المدقوب اوكي وبعد نحمس ما تشمون او ما تشمون حين نحمس الثوم مع الماشروم شفتوا لما الماشروم يوصل حق هاللون يعني طعم الشربة رح يكون خطير رح تسكون على المطاعم الايطالية بس تطلع ريحة الثوم رح اضيف لطحين وضيف الثوم قفشتين كبار طحين اوكي طحينة بيض عادي جميع الاستخدامات علشان يعطيني قوام كثيف حق الشربة ما يصير نضيف بعدين عقبو الماي لان الطحين بعد لازم ينحمس لازم يستوي ونحمس لازم الطحين يستوي ما يصير نضيف الماي على طول طبعا الحين قبل ما تحمس اللطحين تقدرون نضيف ماي مغلي عادي او او نضيف ما يفوح لحم ما يفوح دياي اي ما يفوح عندش ما يفوح خضرة كله ينفع انا بضيف ماي مغلي بس بضيف مكعب خضار نضيف لطحين الحين ياخذ وقته شوفوا الماشروم جاهز لطحين الحمس الحين بضيف بهارات ايطالية عشاب ضيف اي النوع اللي تحبينا ما رح اكثر لان احنا ما نبي العشاب يطغي طعمها على الماشروم وتكفون بنات لحد يقول عادي اسوي بماشروم معلب عادي اسوي شربة بماشروم معلب لا مو عادي ما تصير ما تضبط انا حق الباستة والطبخات العادية اقول لكم ما تضبط ولا تستخدمون الماشروم لمعلب فما بالكم حق شربة تستخدمين مشروم معلب لا طعم ولا ريحة ولا لون ما رح يصير عند شربة مشروم فهذه شربة لازم بماشروم فرش وكل ما كان يعني كانت الانواع اكثر كل ما صار الطعم احلى يلا الحين بضيف الماي الحار تقريبا لتر ماي بس كافي بخلي الشربة تطبخ طبعا بضيفة مكعب غضار لاحين ما ضفت وفلفل اسود وملح وبالعافية سهلة ولذي اذا تقدرون بعدين تضربونها بالخلاط بالبلندر او اذا تحبون يعني اقطع المشروب تبين وابحة يعني لا تضربونها بالخلاط من تبدي تغلي بنات نحسب لها 10 دقائق بالضبط تكون جاهزة نضيف عاد باجي الاضافات اذا بتضيفون كريمة حليب بتضيفون شي سمونا فلفل اسود هذا كل اضيفون اخر شي باجي بعد مرور 10 دقائق قد شرب استوت المشروب استوت الحين اضيف الملح طبعا ما رح اكثر ملح لاننا اساسا نضيف مكعب خضار ومكعب الخضار مالح لا تكثرون تقدرون الحين تضربون الشوربة بالخلاط بالبلندر بعدين اضيفون لها الكريمة انا ما رح اضربها لان انا احب شدي يعني ان المشروب يبين فما رح اضربها بالبلندر رح اضيف الكريمة دايريكت كريمة الطبخ عادي او ثك كريمة اي نوع كريمة عندكم دبل كريمة كل يصير شوفوا انا قلت لكم صحي بس يعني ندفت الكريمة هذه ماظر ما تبين كريمة تبين الشوربة اخف ضيف حليب بس طبع الكريمة تعطيها طعم ويد الاذ اللمسات الاخيرة فلفل اسود وبالعافية ويلا ويلا نقدم الشوربة اللذيذة تقدرون تقدرون تقدمونها مع التوست المقلي تحمرون بشوية زبدة او مع الخبز انا احب احط قطعة صمون اي نوع خبز يعني باقيت ولا اي نوع ولا بريوش واحمرها بزبدة واحط فوقها جبن بس انا اليوم قلت لكم الطبق صحي فما سأسوي هالخطوة احط فوقها جبن وبعدين احط فوق الشوربة تطلع شي يعني جبار شي خطير بس اليوم قلنا الطبق بيكون صحي فراح نستغني عن الاضافات اللذيذة بزينها بشوية فلفل احمر طبعا انا بدون شي شي سبايسي حار مع رفاكل فتش ذي رشة فلفل احمر اوكي وهذه شربة الماشروم اللذيذة البسيطة السهلة اخلصت وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية ترجمة نانسي قنقر ووقنا الثاني اليوم سلطة البوراتة بالشمندر نحتاج شمندر مسلوق شمندر مفيوح بماي وملح ونحتاج خس انا عندي هني خس هولندي صغار او اي نوع اه ورقيات انتو وتفضلونه اه جرجير اه سبانخ اه ميكس الخسل الصغار عرفتو كيفكم اي نوع ورقيات انتو وتفضلونه ونحتاج طبعا جبنة البوراتة الفرش وبلو بيري الخس حطيته انا بمعون التقديم احنا نحتاج نسوي طبقة اولى او فرشة حق الاشياء اللي بنضيفها فتحطون نوع الورقيات اللي تفضلونه تحت اوكي وبعدين بنحط فوقها الشمندر نوزع الشمندر طبعا بوزع كل الكمية اللي عندي انا من عشاق الشمندر يعني وايد احب سلطات الشمندر شي لذيذ ومفيد واليوم قلت لكم وصفاتي صحية بعد لا اسمع احد يقول بنت الهاشم يسوي اطباق صحية صحي اكثر من شذي بعد ماكو بحط الحين لبلو بيري انا وايد احب ميكس الخضار مع الفاكهة يعني مش رط ضيفين بلو بيري ضيفي اي نوع توت انت يتفضلينا ضيفي فراولة مثلا المهم انه ضيفي فاكهة حتى شرائح برتقال ينفع وجربوا ها بنات ترى ميكس الفاكهة مع الصلطة مع الخضار شي عجيب الحين شنو بنحط بنحط سيدة هذا الطبق ملكة هذا الطبق البراتة يعني هذا كله احنا مسوينا علشان هذه الجميلة تحطون واحدة تحطون اثنتين كيفكم بنحطها كذي بالنص ونسوي معاكم الحين لدرسينج وبنسوي صلصة الصلطة او لدرسينج اول شي نحتاج زيت زيتون وي وي انكت برا وبحط قفشة من الهاني ماسترد يعني قفشة صغيرة وشوية عسل بس هذا يكفي براتة بدون بلسمك ما ينفع فبحط شوية الحين من خل البلسمك يعني تقريبا قفشة واحدة ظل عندي الحين فقط الملح اوكي والليمون عصر يعني عصر ليمونة كاملة شوية حبيباتي خلصنا نخلط الصوس ونصب على الصلطة وبالعافية صلطة سهلة ولذيذة والحين نصب الصوس اللي سوينا على الصلطة والسلطة خلصت وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية إذا عندكم بلسمك جليز زينوها بخطوط بالبلسمك تطلع عجيبة أنا عندي والله بس ما يدرون مين حاطته وما لخلق أدور فما راح زينها بالبلسمك جليز سلام أعشق أعشق هل جبنة وايد أحبها شفتوني وانا سوي أكل صحي شفتو يعني ترصدج هذا عشاي ماكو شي خلف الكواليس والله أدري عبالكم في بيرغر نفس دي شلمرة ولا شي والله ماكو شي خلف الكواليس هذا عشاي بس يعني لا تستان سواء بس هالمرة هالمرة صحي عن خاطركم المرة القادمة ما أدري شنو بتكون الجريمة ترقبوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر